سعاد الزغبي السلام عليكم يا دكتور انا عمري 63 سنة لسه عيلة وصار لي 7 سنوات اشتكي من قلم رهيب اعلى البطن يعني في المنطقة دي بيزيد علي عندما اتني بطني وما بيخفش الا لما ترجع وغلبت علاج وما فيش فايدة مع العلم انا شايلة المرارة والغضة الدرقية مش اوكي يا سعاد الم هنا اسبابه كتيرة جدا جدا ما بين واحد حالته النفسية وحشا لو واحد عنده والعياذ بالله اي مرض خطير لكن لما الواحد يقولي هنا وضخت وشلت المرارة خلي بالكم كل كلمة بقول وشلت المرارة افكر في البانكرياس 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 عضو مهدوم ومظلوم وقليلا جدا جدا لما نفكر فيه شلت المرارة اذا كان فيه مشكلة في المرارة مشاكل المرارة تنعكس على البانكرياس بسهولة جدا جدا يعني حصل مرارة فاكرين زمان لما قلت فيه قناة البانكرياس ماشية كده وقناة المرارة ماشية كده وبيتحدوا بيتحدوا يعملوا قناة واحدة ويخش على الأمعاء ثم قناة المرارة اللي نزل فيها حصل وحصلت مشكلة ممكن تنعكس المشكلة على البانكرياس والبانكرياس يلتهب ويجيب ألم شديد جدا ده بنشخصه إما بالأشعة المقطعية سكنت عملتيها أو أو دي أجمل من الأشعة المقطعية موجات صوتية على البانكرياس بالمنزار موجات صوتية على البانكرياس بالمنزار رائع بتشخص في عشر دقائق طلق التهاب البانكرياس له علاق وهو داخل بقى بالمنزار يشوف البانكرياس بالمرة يشوف المعدة والمريء فيه فتق في الحجب الحاجز فيه قرحة في المعدة فيه التهابات في المعدة فيه جرسومة في المعدة وهو ماشي يبقى هو دخل بالمنزار هو حيصور البانكرياس ده الأساس لكن وهو داخل حيبصه على المنطقة دي كلها قد يكون هذي الوجب والحق خالص ولا تفرق ولقيق برضو نفس القس يعني لقيق مع الألم بس أنا لو دي حالة قدام عناية أفكر في البانكرياس أول حاجة خاصة لو كان الألم بيسمع في الظهر لو كان الألم اللي هنا بيسمع في الظهر ده تقدر يقول ايه 80 85% حيطلع البانكرياس لو بيسمع في الظهر التهاب البانكرياس يرزل بس مش خطر قوي هو لا خطر لو كان حد الحد قوي بندخل المستشفى لانه ممكن ضغطه يوطر ممكن يعمل مشاكل البانكرياس بيطلع مواد مادتين مهمين جدا بتهدم اللحبة اللحوم أو البروتينات عموما محتاجة مادتين طالعين منين من البانكرياس ينزلوا على الأمعاء يهدموا اللحبة طب لأ وفلت قناة البانكرياس المواد دي محبوسها في البانكرياس وحتبقى تبقى نشطة هي غير نشطة في الأول هتبقى نشطة نشطة تهدم البانكرياس مهو لحمة مهو لحمة ده خطير جدا جدا لهو الحد الاتهاب الحاد في البانكرياس الاتهاب البانكرياس الحاد مهم جدا 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 لان ده بدخله مستشفى تقول له جراحة في بعض الحالات في بعض الحالات لو حصل تلف في أنسجة البانكرياس بنفتح ونشيل حد التلفانة بس ده مرض بدخل فيه مستشفى بيجي أكتر التهاب البانكرياس في الناس اللي بتاخد كحولات كحولات لأنه هناك علاقة وثيقة بين مستوى كالسيوم في الدم والتهاب البانكرياس تقول لي لا أنت لخبطتنا بقى لخبطتنا عين من الأول هناك علاقة وثيقة بين مستوى الكالسيوم في الدم والتهاب البانكرياس طب إيه علاقة الكحول بالكالسيوم الكحول يخلي الكالسيوم يأثر في البانكرياس عرفت ربنا حرمه ليه لصالحك لصالحك لو قريت الكحول بيعمل إيه في الكبد وفي البانكرياس وفي المخ وفي الأطراف في الأعصاب وفي القلب والله العظيم ما تقرب له أقسم بالله العظيم ما تقرب له لو قريت كويس زي ما احنا قرينا كده فالكحول بيخلي الكالسيوم يشتغل جوه الخلية فالتنين إنزيمات اللي مسؤولة على هذا تشتغل جوه الخلية هي مفروض سبحانك الله يا رب سبحان الله إنزيمين جوه الخلية مش شغالين مش شغالين يشتغلوا قيمتها أما يتلعوا بره ده الكالسيوم يخليه يشتغل البنكرياس بالمنزار دولتي في مصر محترفين هذا الكلام